وكنا قرأنا في آخر التوقعات التي أشار إليها البنك الدولي حول اقتصادات المنطقة هذه المرة حول اقتصاد الإمارات يعني أبرز الأرقام التي أشار إليها البنك الدولي قال بأن النمو المتوقع لأن ناتج المحلي الخاص بالإمارات قد ينمو من 3.4 في المئة في العام 2023 إلى 3.7 في المئة لا تزال النظرة متفائلة حيال النمو الاقتصادي في منطقة الخليج ودول الخليج وتحديدا كان أشار البنك بأن دول الخليج المنتج للنفط قد تستفيد من الارتفاعات ومن أسعار النفط خلال الفترة الماضية وتحدثنا ويكوننا نتحدث عن أسعار النفط التي كانت اقتربت من 100 دولار على الرغم من أنها تراشعت إلى بعض المستويات الآن يعني كنا نشهد المخاوف المتعلقة بشح الإمداد ولكن نوعا ما سيطرت المخاوف المتعلقة بالطباط والاقتصادي أدت لهذه التراشعات ولكن بشكل عام في الموازنات الخليجية لا تزال يعني بحسب البنك الدولي قد تستفيد من أسعار النفط التي قد تدعم موازنتها خلال الفترة المقبلة رصيد حساب المعاملات الجارية توقعت بتراجع إلى 11.8 في المئة فيما الفائد في رصيد المالية العامة كذلك من المتوقع أن يسجل 5.82% على مدار العام 2023 بحسب البنك ولكن قد يتراجع إلى 4.6 في المئة في 2024 ولكن كانت هناك الإشارة بأن لدينا معدلات تضخم لا تزال قليلة أو ضعيفة مقارنة بدول أخرى يعني معدلات التضخم لتحدث لا تتجاوز 3% في بعض دول الخليج وهذا ما يركز عليه سنع السياسة النقدية من جهة في ظل استمرار عملية التشديد النقدي المتوقع من قبل الفدرالي الأمريكية ترجمة نانسي قنقر